بس انا اعتقد واتواقع المنافسة هتبقى شديدة جدا وحتى احنا اتكلمنا في بداية الموسم الماضية يا كريم لما شفنا كان فيه برضو صفقات عديدة جدا وشفنا 15 صفقة وفيه فرق عملت 21 صفقة وغيره وقلنا هل الكلام ده هيأتي ثمارة على مستوى المنافسات على مدار الموسم وقتا ما قلنا مش هنحكم كلام ده انا قلته قبل كده الأسبوع اللي فات لكن في نهاية الموسم قدرنا نقول اه لا كان فيه تنافسية شديدة وعلى فكرة ده المصلحة النادي الأهلي وانا دايما بقرر هذا الكلام انا اه انا طبعا بلغة الارقام انا رقم واحد لكن رقم واحد دايما لما بيحب برضو ان هو يحافظ على هذا المستوى لازم يكون فيه تنافسية لان فكرة ان انت تكسب بسهولة مش احلى حاجة فانا برضو عايز امتع جماهيري فان شاء الله يكون فيه منافسة ده لصالح على فكرة الكرة المصرية في الاول في الاخر والصالح النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي انا عايز مطعا انا عايز نفسي نوصل يا كريم لمرحلة ان انا بتفرج على الدوري المصري ان انا بتفرج مش هو للدوري الانجليزي طب نقول مثلا الدوري الفرنسي يعني حاجة كده ايه بداية على فكرة يعني نقدر ليه ما نقدرش مهو انت برضو تيجي تتكلم عشان تقدر فيه دول قبلك برضو كانت في حتة تانية خالص ومنها المغرب على سبيل المثال شوف التفرة اللي حصلت في المغرب مش هقول على السعودية على فكرة للموضوع مختلف تماما انا اتحدث عن تداخل رأس المال ابدا في الكرة مش هو ده المعيار اللي بينجح ابدا على فكرة ده بيساعد بس مش هو المعيار اللي بينجح لكن دولة المغرب قدرت ان هي تحقق المعادلة دي يا كريم بشكل كبير جدا ان هم اشتغلوا من الاساس انت بتتكلم عن منظومة قروية فعلا ادرت على كل الاصائد حتى الكرة النسائية ان هم يروحوا حتة تانية تماما فاعتقد ان احنا برضو كمصر بحجم الجماهير اللي بالملايين بحجم تاريخك الكبير بحجم بطولاتك تقدر تحقق ده بحجم المحترفين الدوليين اللي عندك في العالم كله ايه اللي يمنعك ان انت تحقق حاجة زي كده فاعتقد يعني خلينا نقول بداية التطوير كانت الموسم الماضي نتمنى هذا الموسم كمان يبقى موسم تنفسي شديد جدا وانا اتوقع ان الموسم ده كمان اقوى واصعب وفيه ضغط اكبر على النادي الاهلي وعلى الكولر تحديدا ان انا عايز اقدم موسم بنفس المستوى لم يكن افضل